الزبط أحمد يعني أعز أقول لك حاجة مثلا جول الكابتن محمود الخطيف في تونس هم رحبوا خذب كعب المختلف المختلف عبالي الجول ده تقار الكابتن محمود الخطيف قرره في التمرين أكتر من عشر مرات فالناس بعد كده قلت لك إيه ده بيلق أو يعني فيها توفي صدفة لا ما فالصدفة ده إحساس لاعب وخبالك وهو الحاجات دي في التمرين بيعملها وتقررت ففي المباراة عادية لما جات له خذب كعبه رأس خط الظهر وكله بعدنا حتوقه وبعدنا جاب جول لأنه قد نفس الإحساس بجول اللي جابته صارة نفسه بنقول جول أبو تريكا ده بطولة وفي نفس الإحساس لو إحنا سألنا أبو تريكا أو متعب أو شادي أو شادي هيقولك لا دي جملة إحنا متعودين عليها في آخر دقايق لما بنحس خلاص الدنيا وقفة بنبدأ نلعب القورة طويلة بينط فيها فلافيو بيحوالها بدماغه أو متعب أبو تريكا اللي متابع بقى بشكل إيجابي ولعبها برجل الشمال بقوة لو إحنا سألنا النجوم دول في إحساسه في المرة دي لا إحساسه في جول جاي يعني أنت كنت موجود في الجول ده يا أحمد وقلت أنك كنت موجود وقمت قبل الجول ما ييجي صحيح جالك إحساس إن في جول حييجي أنا نفس الشعور برضا يعني إحساسنا كلعيبة إن في حاجة جاية الأجواء اللي في الملعب شكل الجمهور الكلام اللي كان مكتوب في المدرجات الدية 91 بالضبط الكرة على شمال أبو تريكا في حاجات كتير جدا أنا طبعا مقدر حجم الضغط اللي متعرض له كانت لعابة الأهلي في ظرف زي ده بتلعب في تونس في نهائي والبطولة تقريبا يعني رايحة الورقة والألم البطولة رايح خلاص إحنا في واحد وتسعيد وإنك أنت يعني تتوفق كده لا يعني ظروف بس الحقيقة وورا ده أكيد تعب وورا ده مشوار وورا ده تركيز يعني هي الفكرة مش حظه بس لا وراها بالتأكيد حاجات كتير جدا طبعا الجهاز فني ولعبين ومجلس إدارة وجماهير نادي الأهلي اللي بتمثل 80 مليون عايز أقولك إن مش أبو تريكا بس وإعماد متعب ياما قررنا لنا الهدف ده في ديئة 90 في لافيو نفس كلام وفتحي وبركاته محمود الخطيب إحنا في جيلنا طبعا وصف عبدو في جيل السبعينات إحنا اللي بدعنا اللي هي من ديئة 90 يعني اتورست من جيل السبعينات قعدنا بالضبط حوالي ممكن 7-8 مباريات بنكسب في ديئة 90 ده شيء صعب جدا يعني فكرة إنه إنت تبقى بتلعب مباراة وخصوصا ما تبقى نهائي طبعا الجن ده لو كان جيل في ديئة 5 ما كانش البطولة دي بقى لها نفس الطعم بتاع الجن في ديئة 90 يعني برضو عشان ربنا بسبب الأسباب وسبحان الله فضل الجن ده الجن ده هز مصر كلها لحقيقة وفيه جوان كده كتير مشابهة يعني الأهلي دايما عود جماهيره في بطولاته في لحظات صعبة جدا تلاقي لعيبة الأهلي بس هي الفكرة بقى منين منين بتيجي القدرة على إنك إنت تكسر اليأس أو الإحباط فكرة إنك إنت بتلعب في ظروف صعبة وإنه الوقت خلص والوقت مش مساعدك وكرة ما عندك وعودة التسعين دي بتيجي منين الرغبة اللي مكملة لغاية صفارة الحاكم خبرة اللاعبين اللي موجودين وقمتهم اللي في الملعب عندهم الرغبة دي وعندهم الإحساس ده وعندهم الحس ده لعيبة على أعلى مستوى لعيبة لعبة منتخبات لعبة من أفضل لعبة اللي عبت في أفريقيا يعني النهاردة في الجل ده موجود متعب وفلافيو وورما وطريك فإنت النهاردة عندك مفاتيح لعب تقدر تقدر تعملك تفوق في أي وقت فما فيش خوف وقل موجود وشادي يعني لا فيه حاجة تحس كده بالطمأنينة وده اللي فرع مع الجيل ده بالذات إن الجيل ده إحنا عدنا نراهن عليه عشر سنين هنكسب في أي بطولة في أي مكان ضد أي حد طبعا كتير طيب أخذك للمنتخب الأولمبي والحقيقة أولاد برضو فرحونا وقدمونا يعني في أوقات كتير جدا الكرة المصرية بتعمل إنجازات بس ما تحسش أنه الإنجاز معاه المستوى اللي ترجم الإنجاز ده توصل نهائي بطولة أفريقيا بس كرة اللي أنت تلعبها مش حلوة وبتوصل بصعوبة شديدة جدا توصل كاس عالم بس تتقدم عروض للأسف الشديد جدا حتى ما كانتش عروض مشرفة لكن الولاد دول واسقين جدا الولاد دول فكروني بولاد اليد اللي خدوا كاس العالم عن جدارة واستحقاق في كلمة جدارة واستحقاق دي أنا شايف أنه منتخب كابتن شوقي غريب عنده القدرة دي إمكانيات الولاد حلوة بيلعبوا كرة حلوة بيحققوا نتائج كويسة الأسبوع ده عندهم مطشين مهمين جدا هيلعبوا مع البرازيل مطشين أتمنى يكونوا ممتعين كمان لأنه نحن بكلم على مصر مع البرازيل ذكريات حلوة مش وحشة بالنسبة لنا ومصر مع كوريا شايف إزاي كابتن منتخب كابتن شوقي واستعداده بقى ان شاء الله لسنة مهمة جدا هايشارك فيها في الأولمبياد وهم ما شاء الله شبع بعض جازل فني شوقي غريب بخبرته وأداءه والولاد كمان عاملين يعني حالة جميلة جدا معاه قدروا يفرحونا بعد كسا أم أفريكا أخفاقنا فيه الفريد الأول هنا هم كمان بعديها بأيام عوضونا الأخفاق دوات عملوا مبارات على أعلى مستوى حصلوا على بطولة أفريكا شرفونا فقدموا نجوم كمان يعني قدموا نجوم للكورة المصرية ما كانش حد أغلبهم ما كانوش معروفين لكن النهاردة عارفين أسماءهم عارفين وسامة جلال عارفين بكهم عارفين عبد الرحمن مجدي عارفين أكرم توفيق يعني كلهم الحقيقة طاهر وإن كان ما شاركش طبعا مصطفى محمد كلهم الحقيقة رمضان صبحي كلهم نجوم زي ما قلت يا أحمد نجوم مبشرين والحمد لله رب عمين إن إحنا عندنا جيل يكمل لنا عشر سنة جايين يعني حنبعنا متطمنين بالولاد دول يقدروا يغزدوا الفريل الأول ويقدروا هم كلهم يطلعوا بعد الأولمبيات للفريل الأول يحصل دمج جميل جدا ده حيعمل لنا أنت عاشها لكورة مصرية ده حيدينا طمأنينة إن إحنا عدينا صف تاني بالأسفة الجميلة اللي أنت ذكرتها مع خبرة شاوي غريب أو الرجل اللي هو المناسف المكان المناسف في الفترة ديت هيشرفونا في كاس العالم في الأولمبيات آسف إن شاء الله هيعملونا أداء مميز يؤهلهم هم كمان شايف إن هم راحيني نفسوا كابتن مهر يعني منتخب التشكيل حيك قلتها أبطل أفريقيا دول لما يروحوا ويشاركوا في أولمبيات توكيو الفرقة دي راح تنافس وممكن تجيب ميداليا ولا راحين لا إن شاء الله بإذن الله يعني هم كلهم طموح بشكل كبير جدا حتى كابتن شاوي وجاهز والفن عندهم طموح كبير جدا إن هم حققوا حاجة وهو قبل كده شاوي حقق مداليا في الأولمبيات أي مركز تايد كلام ده مش جديد عليه مركز عالم بتحيي بالضبط فأنا عاز أقول إن هم الولاد دول كابتن شاوي قادرين إن شاء الله وخصوصا إن هم بدأ يحتقب الدور الممتاز وقالهم تواجد مدرسة الأسيوية على أعلى مستوى في أكوات الأسيوية وبعدين طبعا أمريكا اللاتينية بالنسبة للبرازيل حاجة طبعا مشرفة فأنا شايف إن حتى كمان بقى فيه احتكال قوي مناسب للحاجات اللي إحنا رحل لها أو مناسب للأجواء اللي إحنا رحل لها بشكل كبير يعني إيه المطلوب من كابتن شاوي في الفترة اللي جاية وإيه اللي يطلبه كابتن شاوي القائمين على المنظومة عشان يدعمه المنتخب الأوليمبي هو طبعا اللجنة الخمسية واضح قوي إن هم فيه فيه تنصيق بشكل كبير جدا مع المنتخب الأول كابتن شاوي غريب وده كان المطلوب إحنا محتاجين نحمد مباريات بهذا المستوى مباريات عشان نقدر كمان إحنا نعرف إحنا إحنا فين من الخريطة دي إحنا فين من الاحتكاك اللي إحنا رحينه إن شاء الله فأنا شايف إن الدعم بالنسبة للجنة الخمسية واضح قوي إن فيه تركيز حتى من معالي الوزير شباب رياضة أشرف صبحي واضح قوي فيه اهتمام بشكل كبير جدا بالمنتخب الأول ومنتخب الأولمبي والساتر رئيس كمان محتام والساتر رئيس طبعا عن رأسهم محتام بالرياضة طبعا بشكل عام لكن فيه دعم كبير جدا لمنتخب الأوليمبي فأنا شايف إن الدعم ده إن شاء الله بإذن الله حيسمر بقع إن إحنا إحنا متطمنين كمان على منتخب الأولمبي هو رايح يمسلنا إن شاء الله في توكيو مع ولا ضد فكرة إنه يتم ضم لعيبة أنت عارف إن كل منتخب من حق إنه يضم ثلاث لعيبة وفيه كلام تقال كتير جدا فيه كلام تقال هنضم لا مش هنضم مش هناخد ثلاث لعيبة هناخد لعيب واحد هنجيب صلاح لا مش هنجيب صلاح إنت مع الفكرة دي وإيه رأيك فيها مع الفكرة دي يا أحمد إن إحنا نضم ثلاث لعيبة يكونوا خبرات وممكن الخبرات دي تبقى مثلا مثلا في حرص المرمى يعني أنا تمنى الشينابي بموجود وخبالك هذه مركز ممكن مثلا الخط الأمامي إن إحنا محتاجين فيه هجوم على أعلى مستوى وعندها خبرات زي محمد صلاح زي تريزي جيه يعني إحنا محتاجين حجازي في قلب الدفاع يعني إحنا محتاجين الخبرات هل تقتلت لعيبة كده كابتن ماهر؟ يعني أنا شايف إن الشيناوي رقم واحد شايف إن إحجازي رقم اثنين شايف إن صلاح رقم ثلاثة صلاح رقم ثلاثة طيب أخذك بقى لمطش نهاية الشهر مطش المنتظر مطش الأهلي والزمالك رأيك في إيه وشايف إزاي فترة استعداد للبطولة إحنا طبعا هنتبع المنتخبات وهنتطمن على لعبتنا لأنه يمكن فرصة كمان إن اللعيبة تحافظ على الفورمة العالية اللي وصلوا لها بنسبة للدوليين يعني لكن فترة الاستعداد عموما كابتن ماهر إزاي شايف إن من ناحية نفسية ومن ناحية طبعا البدنية والفنية بص أحمد أهم الفرقتين قريبين قوي متشابهين في كل حاجة يعني من ناحية القيادة الفنية هتلاقي إن موسيماني لسه جاي وهتلاقي باتشوكا لسه جاي الاتنين عاملين حالة في الفرقتين كبير جدا من ناحية الفنية من ناحية الخططية النمرة الثلاثة الفرقتين قريبين ببعض في حرص المرمى تحس إحنا عندنا الشبناوي هم عندهم حرص مرمى الزمالك هم أبو جبل أساسي بيعاب متشابهين بشكل كبير لكن طبعا الشبناوي بيفرق عن أبو جبل بشكل كبير خط الظهر اللي عندنا قريب قوي من خط الظهر اللي موجود من نادي الزمالك نص ملعب نادي الزمالك قريب من نص ملعب نادي الغالي الحتة القدامينية عندهم مفاتيح لعب مميزة إحنا عندنا برضا مفاتيح لعب مميزة أول مرة أول مرة القطباي يقربوا من بعض بشكل كبير جدا من ناحية الفنية من ناحية التكتكية من ناحية اللاعبين نتمنى بقى الأورب ده يخرج لنا إخراج تسعين دي الفير بلي رقم واحد شعار هذه المباراة الفير بلي طبعا الروح الرياضية العالية اللي إحنا إحنا أكبر ناديين موجودين في القرى الأفريقية محتاجين بقى العناصر الموجودة معظمهم من منتخب اللومبي ومنتخب الأول للنادل أهلي بس الكلام بالنسبة لنادل زمالك منتخب اللومبي ومنتخب أول محتاجين أخراج بقى نهاية أفريقية يبقى زي مثلا مباراة الإمارات اللي كانت في كاس السوبر أهلي زمالك شوفوا التنظيم من جمهيركا العام إزاي شوفوا الأداء نشوف يبقى فيه جماهير في اللقاء لا صعب جدا نفسك يكون في جماهير نتتمنى طبعا عشان نستستمتع في هذه المباراة الصورة تكمل وعملنا ما والله بطولات أفريقيا بجمهوره وكات الدنيا شيك ومرنظمة والناس بتلتزم بشكل بير بصدر جمهور الأهل جمهور الزمالك يعني طبعا أنا أتمنى يا أحمد إن المباراة دي تبقى مباراة للتاريخ اللي يكسب نقوله مبروك واللي يخسر نقوله هارد لك لكن نسيب بصمة بقى فعلا إن كرة مصرية يعني نقول مبروك للأهل ونقول لجمالك هارد لك إن شاء الله نتمنى نتمنى طبعا بإذن الله وإنا قلت إن احنا بتقابل قبل الموراة عشان ببقشين حلو عن هذه الأهل إن شاء الله شرفتنا ونورتنا كاتمات إن شاء الله يكون لها لقاءات تانية